السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيناكم في فيديو جديد حلقة جديدة سنتكلم اليوم عن كل ما يخص الهجرة الى ايطاليا سنناقش كيفية الهجرة بدون تعقيدات ادارية بدون شرط تعجيزية فمن بعد كيكا تعرفوا قبل ما كنحطوا اي فيديو ما كنحطوا على اي بلد للهجرة حتى كنديوا دراسة شاملة حول البلد او للقانون ديال البلد الهجرة اللي قنحضوا عليه فبعد ما دلنا دراسة شاملة على قانون الهجرة ديال ايطاليا القناع لانه انت لست بحاجة الى وسيط لكي تهاجر الى ايطاليا وانت لست بحاجة ان تشتري عقد عمل او لا شيء من هذا القابل او ما يشبهو ذلك فما عليك الا تشوف عدد الخصيصص ديالك هو اللول وكيكا نقولو دير الطالب ديالك على حساب الاختصاص ديالك اول حاجة غندي نخليلي يكون في صندوق الوصف جميع اللينك ولا كيكا تعرفوا بالنسبة لملء الاستمارة بالنسبة اللي بغي رابط الاستمارة كل واحد على حساب المجال دياله غندي نهضرو على الفلاحين غنهضرو على الحرافين والصناعين غنهضرو على الديبلومي غنهضرو على الناس اللي عندهم تجاريبة عمليا فاول حاجة غندي نهضرو على كيكا نقولو بالنسبة لفلاحيين اللي بغين يخدموه في الفلاحة في الفراز في الاغريكولتور اللي عندهم تجاريبة فلاحية اللي هو فلاح او شيء من هذا القبيل غدي تلقاوه في صندوق الوصف الرابط الاساسي ديال وزارة الفلاحة الايطالية فهو الموقع رسمي ديالهم ديال للتوظيف هما بحاجة ماسة الى فلاحيين وما بحاجة ماسة المزارعين وما بحاجة ماسة الناس اللي عندهم تجاريبة في الفلاحة معليك إلا تدخل الرابط اللي غنخليليك في صندوق الوصف وفي البرمير كومنتر وتدخل لي وتملأ السيمارة وتبعت السيرة الداتية ديالك تبعت السيرة الداتية ومن الأحسن تكون معها لالتر دو موتيفاسيان شنية لالتر دو موتيفاسيان يا خطاب تحفيزي كتبي اليوم على أنك جدي وعلى أنك لديك خبرة مكتسبة في الميدان وأنت تحب ذلك الميدان وتحب ذلك البلد ومويس بذلك البلد منذ الصغر وذلك البلد فيه فرص عدة من أجل الشرغل من أجل الاستثمار من أجل الازدهار من أجل الاستقار وعدة أمور هنا غادي نخلي لكم الرابط اللي بغا يملأ الاستثمارة الهجرة لإيطاليا أوتان كفلاحي أو المزاري ما عليك إلا تسفت السيرات ذاتية كما قلت وما عليك إلا تسفت رسالة تحفيزية تبين لهم أنك جدي يمكن أن تستعين بالمحارفة جوجل البحث محارفة جوجل أنك تدير رسالة تحفيزية وتأخذ بعض الأمثلة ديال الرسائل التحفيزية الكثير يعمل بذلك لأن ننكر ذلك وتأخذ مثال وتبدل السمية ديالك وتسفت لهم وتسفت السيرات ذاتية سيرات ذاتية تكون منظمة رقم الهاتف الإكسperience اللي عندك البريد الإلكتروني وتكون حافظ البريد الإلكتروني باش لاتصلوا بك ولا تسفت لك شيء عقد عمل ولا عرض عمل تكون بتواصلين معهم وما تضيعش منك الفرصة فإنفو غادي سفت لك هما توضيح يجب أن تترسل معهم حتى رقم الهاتف ما ديش رقم الهاتف ديش أحد من عائلة أو لش أحد من أصدقاء يكون الهاتف شخصي ديالك باش لاتصلوا بك يلقاوك جوان يابل وتهضر معهم شخصيا ويكون التواصل بينك وبينهم أو لهم غالبا غيرتواصلوا معك بالبريد الإلكتروني أنك تتواجب معهم بالبريد الإلكتروني ولا تطلبوا منك شواتيقة تانويات صفت لهم لا تطلبوا منك شو توضيح صفت لهم ودقاها لا تتواصلين معهم حتى يبعدوا لك عقد عمل أو لا تصريح العمل في هذا المجال لديهم نقص حاد في هذا المجال كما قلت بالنسبة للناس لأنهم خبارة مكتسبة لك وضعنا إلا تبشي لشامبر داقريكولتور للغرفة الفلاحية وتطلبوا صريح أو شهادة مهنية أو لورقات وتبت على أنك فلاحي صناعي في منطقة ديلك وكرر لتبشي لغرفة الفلاحية لشامبر داقريكولتور يعطوك بطاقة مهنية ركعتوها الفلاحية أو لشهادة مزاولة المهنة أو لأي وطيقة وتبت على أنك فلاحي تدير لها الترجمة وتصفتها لهم غادي تكون هاديكية السند وجوها باش أنك تحصل على عقد عمل بدون واسط وحاجة أخرى بالنسبة لما ستتعطيش تجيبها من هذا الغرفة الفلاحية ممكن أنك تدير طالب للسيد القائد دي المنطقة إن كنت في اللاح في المنطقة والسلطات كتعرفك كي نقولوك العون السلطات الأعوان السلطات كعرفوك غادي تتقدم بطالب السيد القائد السيد القائد غادي تغيير الكبحت باش يتأكد على أنك فلاحي في المنطقة ديالو إن تبين له على أنك فلاح في المنطقة عنده غادي يعطيك شهادة مزاولة المهنة هذيك الشهادة راهية كافية وكافية جدا كما قلت السيد القائد غادي تغيير الكبحت من خلال السلطات المحلية أو من تبين الأعوان السلطة اللي معاه اللي تبين لي على أنك فلاحي وده تقدم تليه الطالب غادي يعطيك شهادة مزاولة المهنة على أنك فلاحي في المنطقة وهذا الواتيقة تتكتبع أتستاشن ديليفري بار لزوتوريتي أتستاشن ديليفري بار لزوتوريتي يواتيقة دو مصدقية عالية وعالية جدا وغا ما قلت هما كي سهلوا وكي سعبوا في الوقت الراهين لديهم نقص حد فهذا المجال هذا كذلك ومثال بالنسبة للحرفين والصناعيين غادي نخلي لكم رابط الاستمارات ديليكم لوحرفي أو للصناعي في أي مجال من هذه المجالات أو شيء من هذا القبيل كذلك ومثال بالنسبة للناس اللي عندهم الديبلوم وعندهم الشهادات وعندهم الخبرة المهنية غادي نخلي لكم اللينك والروابط لازمة للمواقع رسمية للبحث عن عمل في إيطاليا ممكن أنكم تبعتوا السير الداتية ديلكم ممكن أنكم تبعتوا الازاتستاسيون ناساسي كالشهادات الخبرة كالشهادات كده وأنكم تواصلوا مع هاد الناس ديريكتمهم بيدون واسط ونطلبوا من الله على الزوجة اللي يسير الأمور جميع نطلبوا من الله على الزوجة اللي يسير الأمور كل مال الدهنية الصالحة لواحد قبل جبتي جديد يطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسير له لأنك فيها الخير سيسير الكربية الخطوة الأولى لأنك فيها خير أكثر سيسير الكربية الخطوة التانية إن شاء الله بإذن الله هذا من جانب كما قلت ستجدوا جميع روابط اللازمة في صندوق الوصف وفي البرمي كومنتير التعليق يقرقوا واحد ستجد ليك بلوس يقرأ المزيد ويخرجو لك روابط اللازمة لملء الاستمارة وأنك تبعت الطالب الرسمي من أجل طالب الهجرة إلى إيطاليا كما قلت عندك تجربة مهنية في الانفورماتيك في المحاسبة في الفينانس عندك تجربة في إدارية جيسيون دون تخيبخيز عندك تجربة كوميرسيال من دون مبيعات تجدوا مواقع البحثة عن عمل هناك معليك إلى تعمل التواصل مع هذه الشركات من أجل اقتناء عقد عمل فابور تجيب عقد عمل غراتوي فابور بيدون درهم أو جوش كذلك يكون مثال بالنسبة الحرفين كما قلت وبنسبة اللي هما في الحين غد يتلقوا صندوق لوس في جميع الرابط اللازمة هذا موضوع دبعا سأتكلم عن الموضوع آخر بالنسبة الناس كما تعلمون المكتب ديانك يخدم على تهيئ الملف من أجل طلب تأشير السياحية اللي بغا يطلب فيزا توريست وشاكل أنه غير يخضو ليه ولا ما عندوش وطائق تتبيت العمل دياله ما عندوش تتريج بنكي جيد أو لا عندو بعض وطائق ولكن هو غير متأكد أنه سيغير وفقو ليه الفيزا ممكن أننا نتكلفو ليه كام كسب بطالب تأشيرة بخيباراتيون دوصير بغا يمون دا فيزا تهيئ الملف من أجل طالب تأشيرة كما قلت دائما لدينا خبارات في الميدان متمكنين من العمل ديالنا عنا اتصالات في الميدان لدينا نتائج إيجابية ونحن أهل الميدان نعلم ماذا يجري داخل أسوار القنصوليات لأننا نشتغل مع القنصوليات بشكل نيومي كنديروا دراسة على القنصوليات اللي كعطووا الفيزا اللي ما كعطوش الفيزا كنعرفو البلدان اللي حال باب تأشيرة وباب اللي هجار اللي محاليش ذا كشي كما قلت انفرقشون ديو بزوان وحنا نتائج دراسة وكشونا معلومات ولا دينا تصالات في الميدان دراسة فاشكي تحت القنصولية كنعرفو عندما نغيمشي وفين غيمشي وشحال ديالوقت لأننا نشتغل بذلك بشكل يومي كم كسب فالي بغي يجي عندنا من أجل تهيئ الملف أنا أرحبو بالجميع هذا شرف اللي أنت أتويني من أجل استشارة أو لا إداع الملف هذا شرف اللي أن أزودكم بالمعلومات اللازمة أن أعطيكم الفائدة المكتب دي لأننا متواجد بالضال البيضاء هناك الناس كيجيوا من مدن بعيدة أنا أرحبو بهم كلي كيجي من طنجام من وجدال كلي كيجي من الفاس كلي كيجي من العيون من الداخلة من مراكش من جميع المدن المغربية كما قلت اللي بغير يجي مرحبا به هذا شرف اللي كنخدموه من 2 ترسبت من 10 وص دير الصباح إلى 15 وص دير الشياء من 2 ترسبت المكتب دي المتواجد بالضال البيضاء المعريف قريب لتويني سنتر هكا لكوشيكي يعرف تويني سنتر في الضال البيضاء عندما توصل لتويني سنتر المعريف زيتي شوية قدام ندخل على شريع براهيم الوداني 100 متر وتل 200 متر غير يتلقى واحد الوكالة بمسيي احنا العمارة الجانب وكالة بمسيي اقامة الشيفاء طابق رقم واحد المكتبة رقم جوش حدنا واحد البرك دي جو دي صغر سميتو دري موعد وحدنا واحد لكول امسي دي زي انجينيور غير اعطيتكم لكوشيكي لكوشيكي الطريقة اللي غادي نخدمو بها الملف دي لكوناك عدة طرق اللي هما كي نقولو فعالة وعطاتنا تأيجابية مع الجميع اول حاجة تنقدون ديولك شركة ديالك انشاء شركة قائمة بذاتها ولا تنذيولك بطاقة مقاويل داتي في المجال ديالك المحاسب تعمل العمالية تسحب اداع من اجل تويج بنكي جيد لانك ما تعلمون هناك معايير تطلبها القنصلية في الملف هناك كي نقولو يجيب الاستجابة مع المعايير التي تطلبها القنصلية في الملف هناك من يظن انها شرطة تجيزية هناك من يظن على انها كي نقولو حاجز امام طلب تأشيرة هناك من يظن على انها اقراهات ولكن بل نحن لدينا خبرة في الميدان ومتما كنين من العمل دينا فماذا نفعل نستجيب مع المعايير التي تطلبوها القنصلية نعملوا اول شي على ان يكون عندك واحد كي نقولو شهادة العمل كنتبتوها باش كنصابو لك شهادة كي نقولو بطاقة مقاويل داتي تولي عندك شركة ديالك وشريك شريك شريك المحاسبية عملها للتواج البنكي لان القنصلية تطلب 6 شهور ديالك وشوف حساب البنكي نعمل على عمليات ساحب وإيداء في الكونت بانكير ديالك باش يولي كونت بانكير مروج وكي نقولو من بعد 6 شهور تنديرو لك حجوزات مبدئية كنعملو على البرنامج السياحي ماذا ستفعل في دليل البلد الفندق اللي ستغلس فيه المطاعم التي ستستناول فيها وجباتك المباراة القدم التي ستشاهدوها هناك نعملو على حجوزات مبدئية حجز مبدئية الطائرة حجز مبدئية المواصلات بين الموضل التي ستزورها ستقدر حجوزات مبدئية كنصوبو لك البرنامج السياحي لبلان توريستيك وزيد على ذلك كي ولي عندك شهدات العمال شهدات صراتيب كوشي كي تصوب بي شر وكي وكي جانب ليس لدينا غريزة ربحية لو كانت لدينا غريزة ربحية لطلبنا 3 4 5 5 5 5 مليون كما يفعلون بعض مكاتب الهجرة أنا لا أعميم هناك بعض المكاتب الذين يشغلون بضمير وبقلب وبحب ولكن مع الأسف هناك بعض المكاتب التي لا تشغل ويضمير مرادها وهو مراد الربحي الحاجز الربحي فنحن ليس لدينا غريزة ربحية بل لدينا غريزة مساعدة الناس نشغل على الملف بقلب نشغل على الملف بحب نشغل على الملف لكي نفرح الناس ولقي نتلقي دعاوي الخير مع الناس الناس يدعوا معنا دعواني الخير وهذا كي نقول لا دعم معاقل واحد دعواني الخير هذا أجرون كبيرا الله سبحانه وتعالى نحن ديرام في متناول الجميع باش منغليوش على الناس وكل شي يستفد من هاد العرض ليس هناك أي درهم زائد على ذلك كما قلت لو كانت لدينا غريزة ربحية لطلعنا هالثلاثة بعد المليون ليس لدينا غريزة ربحية تمان هو السلف درهم كون كان كلما كانش عننا مصاري في المكتب وكلما كانش عن موظفون وكلما كانش عن الضرائب كونها أقل ما يمكن أنها بتوص سلف فأنا أرحبه بالجميع من أجل إيداع الملف هذا من جانب كين الناس كنحسبوا لهم الدرسي فابرش كونها هما الناس اللي هما دوي الاحتياجات الخاصة واللي هو يتيم الأب ويتيم الأم وصغير في السن توت وليس لديه سند ماذا يعني ليس لديه سند وش خالته لعمون اللي واقفين معاه وصغير فلاج ويتيم الأب ويتيم الأم كنخدموا لها الدرسي فابر بل أكثر من ذلك كنخلصوا لها إجراءات القنصلية من جيب نحن فهذا مكن أنا أرحبه بالجميع اللي بريد يجي أنه ما أحبب به اللي ما بريد يجي أنه ما أحبب به والباب مفتوح للجميع غني نخلي لكم حتى البريد الإلكتروني بالنسبة الناس اللي هما عايشين في الخارج في بعض دول العربية يتصلوا بها الناس من بعض الدول العربية من أجل بغير أن يستفدوا من نفس العرب سنرى الإمكانية أننا نشتغل اليوم الدرسي عنه هو من الأحسن يكون لواحد متواجد هنا ويجي لنا ونشوفه باش تكون تيقى متبدلة فاش كتشوف كتشوفني كتكتس كتولي واحد تيقى مكتسبة وكتخدمو كي نقولو بطريقة عملية لديكم في العوال كي اللي بعيد في بلد آخر مكترش يجي عندي تلك المكتب في الضرب بضاء كي الناس من دول عربية أخرى الناس اليوم من المدن المغربية يجي كما قلت يجي الناس من طرجة من العيون من داخلها من فاس من جميع المدن المغربية الناس يجي الناس اليوم في بلدان بعيدة يمكن لهم يرسلوني عبر البريد الالكتروني ونشوفوا الكيفية أننا نخدموا اليوم الملف عن بو وقدر نخلي لكم بريد الالكتروني في صندوق الوصف أو في المكتر هذا مكان خليت لكم مراحة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله الله يعاونكم تباك الله لكم